يقول هذا المشكك إن الله يضل الناس كما أن الشيطان يضل الناس إذن صورة الله في القرآن استغفر الله هي صورة شيطانية كما يدعي طبعا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنها التادية لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا استمعت بالأمس إلى مقطع فيديو يقول هذا المشكك إن الله يضل الناس كما أن الشيطان يضل الناس إذن صورة الله في القرآن استغفر الله هي صورة شيطانية كما يدعي طبعا وناقل الكفر ليس بكافر أيها الأحمة هذا المشكك أخذ جزء من آية فإن الله يضل من يشاء فقط أربع كلمات فإن الله يضل من يشاء وصنع منها مقطع يشكك فيه بالله عز وجل أنا أشبه هذا النوع وأقول دائما أشبهه بإبليس يعني على سبيل الدعابة قيل لإبليس ماذا تعلم من القرآن؟ قال لا تقربوا الصلاة وقال هل تحفظ أيضا؟ قال نعم إن الله ثالث ثلاثة هل هذا كلام يدخل إلى عقل بشر؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة نهى الله عن الاقتراب من الصلاة إذا كان الإنسان قد شرب الخمر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا كلام كفر لذلك هذا المشكك يأخذ مقطع من القرآن ثم يقول لك أنظروا الله يضل للناس طيب وبقية القرآن أحبة في الله هذا القرآن هذا القرآن العظيم لا تستطيع أن تهتدي إلا إذا أخذته كما هو لا يجوز أن تقطع منه مقطع من آية وتنسى بقية الآية وتهمل الآية التي قبلها والآية التي بعدها يجب أن تأخذ النص كامل والقرآن يفسر بعضه بعضا الله تعالى يقول كذلك يضل الله الظالمين إذن الظالم الذي يقتل الناس الذي يؤذي الناس الظالم الذي يشكك الناس في دينهم الظالم الذي يرتكب الموبقات يسرق أنواع الظلم كثيرة هذا الظالم الذي سخر الله له كل وسائل الهداية ولم يهتدي هذا سيتركه الله يضل ويضل ويذرهم في طغيانهم يعمهم لكي أقرب لكم الفكرة أيها الأحبة ما معنى قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء تصور أنا أحب أن أضرب أمثلة طبعا ولله المثل الأعلى تصور أنك مدير لشركة لديك موظف لا يريد أن يعترف بك ولا يعترف بقوانين الشركة ولا يلتزم بالأنظمة ولا يتقيد بالتعاليم ثم يأخذ كل الميزات التي يأخذها أي موظف من راتب وعلاج وإجازات وميزات وكل شيء ثم يقول لك أنا لا أعترف بك طيب أرسلت له رسولا تنبهه كذب الرسول أرسلت له مندوبا يقول له أنت ستطرد من هذه الشركة إذا بقيت هكذا يقول لك أنا لا أبالي طيب هذا هو حال الملحد الظالم المشكك أرسل الله الرسل وأرسل هذا القرآن أيها الأحبة هو كتاب هداية الله تعالى يقول إن هذا القرآن لم يقل إن جزء من آية تهدي للتي هي أقوام قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هذه صورة الله في القرآن الذي يضله الله هو إنسان ظالم مجرم لم يستجب لأي شيء تماما مثل ابنك العاق مهما توجهه لا يأتي بخير يشتم ويسب وينكر ويؤذيك آخر شيء تقول ذره اتركه وهذا شيء طبيعي يعني المجرم الآن أيها الأحبة أين مكانه في السجن الظالم مكانه في نار جهنم معادلة بسيطة يعني فالله عز وجل صورة الله في القرآن هي الصورة الرحمة يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم الله يدعوني ليغفر لي والله يريد أن يتوب عليكم هذه الصورة الله في القرآن الله يريد لي التوبة يريد أن يدخلني جنات تجري من تحتها الأنهار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب الجنات إذن لماذا خلق الله الجنة؟ إذا أراد الله أن يضل الناس خلقهم ليضلهم كما تزعم أيها لا أريد أن أصفك يعني حال الملحد والمشكك والله أنا أحزن عليهم أشفق عليهم والله لو فهم هذه الآيات لما شكك بالقرآن لو فهمها لأن هذه الآيات هي دليل على صدق القرآن دليل على قدرة الله دليل على أن الله يتحكم في الكون دليل على الحرية التي أعطاك الله إياها هذه الآية دليل أن الله أعطاك حرية كاملة وإلا الله قادر أن يجعل الناس مثل الصخور مثل الحيوانات ينقادون هكذا ولكن الله كرمهم وأعطاهم الإرادة أعطاهم الأمانة أعطاهم حرية الاختيار أنت تختار والله يهديك ويهيئ لك الرسل ويرسل لك كل وسائل والقرآن موجود بيننا الآن يهدي للحق يهدي للتي هي أقوام الله يريد أن يدخلك الجنة وإلى لمن خلق الجنة إذا أراد أن يضل الناس لمن خلق الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أستكمل معكم أحبتي في الله الرد على شبهة أن الله يضل من يشاء انظروا أحبتي في الله مشيئة الله تبارك وتعالى ليست كمشيئتنا نحن البشر ما معنى هذا الكلام يعني الإنسان قد يعمل أشياء خاطئة قد يظلم إنسانا عن طريق الخطأ أو متعمدا يقول أنا لا أريد أن أعطيك كذا أنا أريد أن أفعل كذا لديه شيء من العشوائية هذه العشوائية ليست موجودة في مشيئة الله العشوائية نجدها في سلوك المخلوقات ولكن مشيئة الله منظمة مقدرة محكمة تسير وفق قوانين يعني الله حرم الظلم على نفسه ألزم نفسه بأنه لا يظلم أحدا إذن إنسان يريد الهداية يهديه الله إنسان يريد أن يصل إلى الله سوف يصل يهيئ له الطرق إنسان يعمل مثقال ذرة من خير يأخذ ثوبا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذه هي المشيئة الإلهية ليس فيها ظلم ولكن هذا الملحد المشكك يريد أن يوصل فكرة للناس أن الله يتصرف عشوائيا مثل البشر يا أخي الله تعالى ليس مثل البشر ليس كمثله شيء لا يمكن لهذا الإله أن يظلم أحدا الله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يقول سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار يعني هذا الإله العظيم يدعوكم ليغفر لكم والله يريد أن يتوب عليكم كل إنسان يقول يا رب يستجيب له الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي الله يطلب مننا أن نستجيب له هل هذا إله يظلم يعني أرجو أن نكون منطقيين لا أن نحكم هكذا بشكل سطح من دون أن نفهم فقط هدفنا التشكيك لا اقرأ القرآن كاملا هل هناك آية تقول إن الله خلق البشر ليضلهم بالعكس طيب لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أرسل الأنبياء وخاتمهم حبيبنا عليه الصلاة والسلام لماذا أرسلهم إذا كان الله يريد أن يضل البشر كما يقول بعض الجهلاء لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الكتب السماوية لتخرج الناس من الظلمات إلى النور طيب الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة إبليس وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فعلا أيها الإنسان تتخذ هذا الكائن الذي أغضب الله واستكبر عن عبادة الله إبليس تتخذه وليا وقدوة لك من دون الله طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الله يقول لك إياك أن تتبع خطوات الشيطان ويقول أيضا إنه عدو مضل مبين ولكن إنسان يريد أن يتبع خطوات الشيطان ويريد أن يشغل نفسه بالملذات ولا يتبع الرسل ولا يتبع القرآن ولا يتبع الأنبياء ويريد أن يتبع كل الظلم والشهوات ماذا يفعل له الله الله عز وجل يرسل له الرسل والكتب ويهيئ له كل الخير وكل وسائل الهداية ولكن مثل هذا المخلوق رفض وأبى طيب إبليس إبليس عندما أبى واستكبر عن أمر الله ماذا تتوقع أن الله يعمل له يعني أنت لديك أعيد مثال مدير الشركة صاحب الشركة لديك موظف يتمرد عليك ماذا تفعل معه ترسل له من دوب وترسل له من ينبهه وتعطيه كل الفرص وتدله على طريق الخير ولكن هذا الإنسان لا يريد أن يهتدي ماذا تفعل معه آخر شيء تتركه هو شأنه هذا إذا كنت كريما معه يعني إذا لم تعاقبه وكذا كذلك أحبتي في الله هذا الإله العظيم يضل أولئك الظالمين لذلك قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولكن مشيئة الله لها تقدير ولها قوانين ليست عشوائية أحبتي في الله مثل مشيئتنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم إن الله لا يظلم مثقال ذر وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إذن أحبتي في الله هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي يعني أحكم كل شيء هذا الإله الكريم الذي بيّن لنا كل شيء يجب أن نتبع ما أمرنا به وإلا مشكلة إذا كنا سنقططع كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ونقول إن الله ظالم وخلق البشر ليضلهم ويعذبهم وبالتالي نستنتج أن هذا القرآن ليس من عند الله هذا غباء اسمحوا لي مع الاحترام هذا غباء يجب أن تقرأ القرآن كاملا يجب أن تتأمل آيات القرآن يجب أن تفهم تفهم ما معنى إن الله يضل من يشاء تفهم إن الله يضل من يشاء يعني ذلك الشخص الذي رفض هداية الله وظلم نفسه وأضله الشيطان واتبع هواه أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء اقرأ الآية من أولها أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا ما معنى هذا الكلام إنسان يرتكب الفاحشة ويراها حسنة إنسان يظلم الناس ويرى هذا العمل حسنا أفمن زيّن له سوء عمله يظلم الناس ويرى هذا الظلم حسنا يستكبر عن عباد الله ويرى ذلك حسنا مثل هذا الإنسان يضله الله منطق يتركه الله يغرق في ظلمات هذا الضلال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إذن أيها الأحبة الله لا يجبر أحدا على الضلال أنت الذي تضل نفسك على فكرها وأنت الذي تختار هذا الطريق وبالتالي فإن الله عز وجل مشيئته اقتضت أن هذا الكون يسير بهذا النظام مشيئته اقتضت أن معظم الناس سيكونون في نار جهنم ولا ياذب الله رضي من رضي وأبى من أبى هذا هو الواقع فما أصبرهم على النار إذا كنت لا تصدق أن القرآن حق ولا تريد أن تصدق أن هناك نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تريد أن تصدق أن هناك يوم سيبعث الناس فيه ويحاسبون ولا تريد أن تصدق كل هذا الكلام إذن انتظر أن تواجه نار جهنم وانتظر أن يقال لك أفا سحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته